أم الكبائر لا يمكن أن يختزل عنوان الفساد بوصفه الحقيقي فقط من دون دلالات أكبر وأعظم تشفي مسامع العراقيين الذين ذاقوا من الفساد ما ذاقوه من الإرهاب والحروب والصراعات وربما أكثر من ذلك بكثير وقبل أن يتحول عنوان محاربة الفساد دعاية انتخابية بدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حربه المعلنة على الفساد مطلقا الشرارة الأولى لضرب الفاسدين بسلسلة اعتقالات طالت رؤساء هيئات كبرى على رأسهم رئيس هيئة التقاعد العامة السابق ومدير عام شركة كيكارد ومدير المصرف الزراعي الحكومي فضلا عن عشرات الموظفين في الدوائر العامة بموجب مذكرات قبض صادر من القاضي المكلف في اللجنة العليا لمكافحة الفساد ويقول خبراء قانونيون إن انطلاق عمليات ملاحقة الفاسدين وإصدار أوامر إلقاء قبض بحقهم بإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب دليل على أن الحملة تجدية ولا تخضع للتأثير السياسي وسط ترجيحات بأن تشمل هذه الحملة كبار حيتان الفساد في مؤسسات الدولة كافة نعتقد ليس من المستبعد أن يتم إسناد هذه المهمة لجهاز مكافحة الإرهاب على اعتبار جهاز أثبت كفاءته وقدرته ومقدرته وبعيد عن التأثير السياسي من هذه الجهة أو تلك الجهة وبالتالي أوكلت له مهمة ملاحقة الفاسدين وعلى مدار سبعة عشر عاماً امتدت أذرع الفاسدين إلى موازنة الدولة ومقدرات العراقيين لتسرق مليارات الدولارات من دون أن يخضع أي مسؤول في الدولة إلى مساءلة وتحقيق عن مصير هذه الأموال لكن فيما يبدو فإن هذه المرة ستكون مختلفة وحقيقية انطلاقاً من توجيهات المرجعية الدينية العليا الأخيرة لرئيس الوزراء ومطالب المتظاهرين العراقيين هي خطوات تستحق الإشادة لكن هل ستثمر نتائج ملموسى دون استدامها بعقبات الفاسدين والسلطة السياسية المتجذرة داخل جسد الدولة أم أن قافلة الإصلاح قادرة على تجاوزها